موسيقى مرحبا بكم في هذا العرض التمهيدي سأقدم لكم إشكالتين إثنتين الإشكالية الأولى تتعلق بنضوب الموارد والإشكالية الثانية تتعلق بكيفية استخدام هذه الموارد والتي من شاني أن تؤدي إلى اختلال الدورات الحيوية والجغرافية والكيميائية الكبرى على الأرض إن زيادة استهلاك هذه الموارد بصورة كبيرة في عالم منتهي ومحدود من شاني أن يؤدي إلى نضوب هذه الموارد في فترة مع بعض الحرب كنا نعتقد بأن موارد الأرض هي غير محدودة ولكن منذ عدة عقود أخذنا ندرك بأننا سنصل إلى نهاية هذه الموارد في مستقبلا قريب نسبيا من بين الموارد المهمة هي الفترول ولسيما فيما يتعلق بالتوقعات التي تم أعدادها لمعرفة كيفية تطور وتغير هذا الموارد مستقبلا وفقا لهذه التوقعات التي نراها على المخطط البياني حيث نظرنا إلى تغير إنتاج النفط حيث نرى هذا المنحن البياني الذي يصل إلى ذروته وبعد ذلك هناك كبوط متدرج لا مفر منه والنفط والبترول ليس هو الموارد الوحيد المحدود هناك أيضا الفوسفات الفوسفات يستخدم في مجال الأسمدة والإنتاج الزراعي وهذا مهم جدا من أجل إطعام الكوكب وهنا أيضا تم إعداد توقعات هذه التوقعات تشير بأن هناك خطر لوصول إلى حدود إنتاج هذا الفوسفات في مستقبل قريب جدا تحدثت عن مصادر طاقة غير متجددة ولكن المشكلة مطروحة أيضا بالنسبة لمصادر الطاقة المتجددة طالما كانت السرعة الاستهلاك هذه الموارد أسرع من سرعة تجددها مثال يتعلق بالموارد والثروة السمكية هنا على المخطط على اليمين هناك منحنة يبين تغيرات في إنتاج السمك ونرى أيضا هناك بلوغ للذروة في السبعينات من القامل الماضي وبعد ذلك هناك تناقص في إنتاج الصيد وهناك أيضا مورد آخر يتمثل بالتنوع الحيوي حيث هناك تآكل للتنوع الحيوي سواء في البر وفي البحر والبعض يعتقد بأننا وصلنا إلى الانقراض الكبير السادس بسبب تآكل التنوع الحيوي السريع جدا إن استخدام هذه الموارد من شأنها أن تؤدي إلى اختلال الدورات الكبرى ولسيما حرق مصادر طاقة العفورية من شأن أن تزيد من كميات غاز ثاني أكسيد الكربون هذا الغاز هو غاز خامل سيتزايد في الطبقات الجوية وفي هذا المنحنى نرى بأن هناك زيادة كبيرة في هذا الغاز منذ الفترة الصناعية حيث كانت هذه المسبة في عام 1850 280 جزءا بالمليون ووصلنا اليوم إلى 400 جزء بالمليون من هذا الغاز في الأجواء هناك تغيرات أخرى في مجالات أخرى كمثل غاز الميتان وثاني أكسيد النتروجين وهي أيضا سيزداد كتافتها في الغلاف الجوية الآن السؤال المطروح كيف نربط بين ما يتم انبعاثه وبين ما نجده حقا في الغلاف الجوي في هذه الصورة نرى بأن هناك مصدرات أساسية لانبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون بسبب حرق مصادر الطاقة الأحفورية وهناك زيادة ثابتة مع مرور الزمن وهناك مصدر آخر لهذه الغازات هو الاستخدام الأراضي ولسيما انحسار الغابات وإزالتها وهذا يؤدي إلى تحرير غاز الكربون وإطلاقها في الجو وهذه الكميات لا يمكن إهمالها وإذا نظرنا إلى المنحنة المتعلقة بتغير وجود غاز ساني أكسيد الكربون في الجو هناك نقطة مهمتان نرى بأن التغير هو تغير فوضوي وأن الانبعاثات في تزايد مستمر ولكن ما هو مهم هنا هو أن نرى أن التغير في الجو هو أقل من كمية الانبعاثات بمعنى آخر نحن نجد فقط نصف الانبعاثات في الجو من غاز ساني أكسيد الكربون وهذا الأمر يعود الفضل فيه إلى خزينان أساسيين على الأرض لغاز الكربون الغطاء النباتي والمحيطات هذان الخزانان يقومان بحبس جزء من انبعاثات غاز ساني الكربون نصفها تقريبا هناك اختلاف حيث أن المحيطات هذا العمل هو عمل مستمر ولكن على مستوى الغطاء النباتي هذا الأمر يختلف من سنة إلى أخرى في بعض السنوات هناك تخزين كبير لغازة نوسي الكربون وفي سنة أخرى هذا التخزين أقل وبالتالي يمكننا أن نطرح هذا الخزان الحيوي الجوي هل هذا الخزان سيستمر في ظل التغييرات المناخية نعم أم لا هناك مسألة أخرى نستطيع أن نقول من جهة إذا رأينا إلى المناخ على الأرض نرى دائما بأن هناك تركز في غازة نوسي الكربون هذا التركز على التغيير المشكلة ليس فقط بالتركيز والكمية ولكن أيضا بعامل الزمن إن المنحنيات المثلة هنا هي تشير إلى تغيير الغلاف الجوي بفضل فقعات الهواء التي أخذت من عينات الجريد نستطيع أن نعود إلى مكونات الغلاف الجوي منذ عدة آلاف من السنين وهذه المخططات هي أمامنا والمحيات البيانية نرى هنا السرعة الفائقة للظاهرة التي نعينها هناك ثلاثة غازات هي غاز ساني أكسيد الكربون وغاز ساني أكسيد النتروجين والميتان وكما نرى بأن هناك تحول سريع جدا وهذا مهم جدا على أجل طويل يمكن للنظام البيئي أن يتكيف ولكن على أجل قصير لا يستطيع النظام البيئي أن يتكيف مع هذه التغيرات والتطورات الكبيرة لقد قدمت هذه الغازات الثلاث هي ذات ميزة هي تعتبر مسؤولة ومسببة للانحباس الحراري حيث أنها تقوم بحبس بحبس هذه الحجز الأشعة تحت الحمراء الصادر عن سطح الأرض وتؤدي إلى التأثير الأشعاعي في هذا المنحن نرى التأثير الأشعاعي قد زاد بصورة كبيرة جدا ولهذا تدعياته هذا يغير من درجة حرارة الأرض وفي هذا المنحن نشهد تغير درجات حرارة الأرض منذ الفترة الصناعية إلى الآن هناك زيادة كبيرة جدا لدرجة الحرارة التي تتفع وسطيا بمعدد درجة مئوية واحدة وهي ليست متجانسة جغرافيا حيث هناك زيادة كبيرة على القرارات وأقل في المحيطات في الخاتمة نستطيع أن نرى بأن هناك من جهة مشكلة تتعلق بنضوب الموارد واستنزافها وأن هذه الموارد التي نستخدمها من شان أن تؤدي إلى اختلال كل الموارد ومناخ الأرض وبالتالي هناك تدعيات على هذه الموارد بحد ذاتها والدورات المترجم للقناة المترجم للقناة